الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان ينقسم الصيام إلى قسمين صيام فرض وصيام نفل صيام الفرض منه صيام رمضان يجب الصيام شهر رمضان على كل مسلم عاقل لا مجنون بالغ يعني كبير ليس بصغير نعم قادر على الصيام يخرج به العاجز إما يعجز لكبر السن أو لمرض مستوطن لا مسافر والمرأة لابد أن تخلو من الحيظ والنفاس لابد أن يمسك عن المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب نعم والله أعلم